أصل ما ثابت وبرد في السماء أصل ما ثابت ورحمة الله وبركاته اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وحلقة جديدة من كرس المقامات الصوتية المدفوعة تحدثنا قبل ذلك المحاضرات التي أنت أخذتها مني كالتالي انظر معي يا سيدي المتصفح محاضرات المقامات الصوتية المدفوعة تحدثنا عن المحاضرة التمهيدية ثم محاضرة الصوت ثم محاضرة النفس ثم محاضرة السولفيج وطبعا أنت أكيد كل محاضرة استمعت عليها أكثر من مرة يعني من أجل أن تكون صمتهم يعني حفظتهم حفظ النهاردة هنستكمل بها إن شاء الله الفوكاليز والسولفيج المحاضرة اللي فاتت كانت نظري النهاردة هنطبق عملي وصحصح معايا شوية وديني كل تركيزك لأن هذا الكلام لا غنى عنه لأي مؤدي قرآن سواء أو ابتهال أو إنشاد وحتى الناس التي تعمل في مجال الغناء والطلق والطرب ما تغني هذي التمر يعني حتى لو تيجي تشوف بعض الحلقات المرفوعة لمشاهر الكراء ماهر الشيخ مشاري العفاسي وأغلبته القراءة دول بيمارس وفوكاليز والسولفيج في ستوديهات يعني الموضوع لابد منه حتما لابد منه طيب أنا أريدك بث مثال ولكن الأمثلة كثيرة على القراءة اللي بيتدربها على الموضوع ده فالفوكاليز والسولفيج وهذا جزء ليه يتجزأ إذا أنت محتاج أن صوتك يكون نغم وتتزين به يبقى إذا ينبغي أن تتعلم كيف تستعمل صوتك وأنا سميت أن تمرين الفوكاليز والسولفيج هي اللغة بتاعت الحنجرة بتاعتك طب صح صح معايا كده عندنا حاجة اسمها صوت الصدر بالانجليزي اللي هو يعني من اسمه بيخرج من الصدر من الصدر لما حطت إيدي على القفص الصدري هقول شعرت أن فيه فيبريشن شعرت أن فيه اهتزازات إذا لم تصل أن فيه فيبريشن في صدرك إذا أنت لم تصل إلى مرحلة صوت الصدر قال إنه هو عبارة عن ضغط ذائد ثقلة على الحنجرة كأنك بتعمل لودينج على الحنجرة الصوت طلع من الحنجرة وطبعا هل الصوت طلع من الحنجرة هل هذا أمر جميل أم لا هو في بدء الأمر أن أنت بتستعد للتلاوة فأنت محمل على الدرجة الأولى لأنك هتبدأ بعد كده تطلع الدرجة التانية تبدأ تطلع التالتة لن تظل على درجة القرار وإلا يعني ما في شخص يبدأ يقرأ التلاوة بتاعته أو يغني على طوقة القرار وإلا هيتعب يعني استعمال القرار هذي يعني بمعنى صاحب اللغة العامية الدرجة بتسخن لغة التسخين طب في صوت الصدر إنعداب الفقل في الحنجرة لأن لا يوجد استعمال الحنجرة أه 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 أكيد في فرق بين صوت طلع من تحت وصوت طلع من فوق طب بيسموه الفوش أوف هيد لأن أنت وكأن الصوت ده طلع من الهيد بتاعتك طيب اول تمرين بنطالب ان يكون المؤدي او مدرب او دارس المقامات الصوتية والنغمية اول تمرين بيعمله بنقول له لابد ان انت تقوي طبقة القرار وطبقة الجواب عندك طبقة القرار وطبقة الجواب اول حاجة لو تقرأ كده معي حضرتك تقوية مناطق القرار والجواب عند المؤدي طيب ينقسم الى حاجتين القرار والجواب طيب انا كيف يمكن لي ان اقوي القرار انت انت قدام الوقت فالي انا هقوم بي انت ستقديه في التوا واللحظة مجرد بس ان تضغط تضغط على توقف الفيديو وتحاول تعدي التمرين كما هو كما هو القرار ان لما اقرأ قرار حاول تقرأ كده معايا قرار الحمد لله رب العالمين انت تيجي تقرأ هتقول ان الصوت بتاعي مش قادر لا استطيع ليه لان القرار عندك معدوم انت لا تستعمله طبعا ليس كل من يشاهدني يعني صعب ان يأتي بالقرار لان هناك يعني طلاب بيكونوا يعني متضربين على القرار فبتلاقي الموضوع سهل فانت اذا لم تحط لذا لم تضع يدك على صدرك ولا يوجد فيبريشن دي بقى هذه التمرين التي ستخلق طبقة القرار ستنشئ طبقة القرار عندك تمام يقوم المؤدي بنطق كلمة اه من عمق بطنه بصوت غليز التمرين هطاف مستقيم او تجلس تكون مستقيم الظهر مستقيم ما ينفع اي تمرين اخذناه قبل ذلك مثل التمرين النفس او التمرين هذه او اللاحقة انك تكون متني انك تكون من حني اه لابد ان يكون ان تقف مستقيما او انت تكره الكرآن وانت تنشد وانت 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 حتى المغنيين يا كفون او يعني وضع مستقيم لا يوجد ان حناء اخذت نفس عميق هذا النفس ساخرقه بالاهات على الطبقة الغليزة ركز معا او 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 به. انت تكتبه. اذا اتيت به في اول وهلة او المرة الاولى بنسبة ثلاثون في المائة. هذا جميل جدا. هذا جميل جدا. ليه? لانك هتعمله مرة واثنين وعشرة. وهتبعث لي التمرين دي الواجب بتاعك تشغله على الواتس بالتفصيل. اول تمرين هو تقوية القرار. الخروج الهواء على مجموعة اهات. اه. خلي ده اناك اوف مستقيم. اده نتحاول ترجع بها للخلف. مش كده. يعني ما ينفعش اه. لا. كده اه. 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 طبعا مكتوب لك قدامك خمس مرات. ست مرات سبع طمال اللي انت عايزه. اه. اه. ده صوت القرار. تمام? هتجيبه مرة واثنين وقتها تتضرب عليه. الملحوظة اللي بعد ذلك يقوم المؤدي ان انت بتطبع بقى. دو ري مي فا سو لا سي دو. كل ده قرار ضبقة الغليظة. مرة ثانية. طبعا لو اخواتنا يعني مش بيشاهدونا. في فارق بين القرار عند الرجل وعند السيدات. انا عارف ان يكون القرار لن يكون بالدرجة المثالية للمرأة مثل الرجل. ولكن احنا بنحاول على قد المستطاع بنقوي مناطق ضعف. لان زي ما قلت حضرتك انت محتاج تقرأ اطول فترة ممكنة في الصلاة. محتاج لا تشهر. ترجمة نانسي قنقر